السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم معي فيديو جديد على القناة تشكيلة جديدة متنوعة كانت منتنا الاعجاب ديلكم بالنسبة لبنات اللي مهتمت بهذه النوعية ديال الفيديوهات ودخلت جديدة يعني اول مرة كتكتشف في القناة عبر هالفيديو لما تنساش انها تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش توصل بكل فيديو اللي كنقترها عليكم في القناة ومرحبا بالبنات اللي كانوا معنا من قبل ما تنساوش انكم تخليوا لي لايك باش تحفزونا هيدا دائما نجيب لكم الجديد فيما يخص موضة محجبات كيف ما كتشوفوا معايا فهد تشكيلة هذي اللي جيبت لكم اليوم تشكيلة متنوعة من ملابس محتشيمة ملابس انيقة في نفس الوقت بالنسبة للمحجبات الانيقات اللي كيهتموا بالاناقة اللي كيهتموا بالفصالة وكذلك اللي كيهتموا بالجديد فيما يخص الموضة كيف ما كتشوفوا معايا كين هاد الموضة هاد بالنسبة لبناس اللي كيبغيوا هيدا اللي سيكونوا مفتوحين كين هاد الطنورة مع هاد النوعية ديالي شميس كييجيو طوالين وكين كذلك هاد الابيض مع هاد شميس بالالوان هاد الموضة هاد اللي يعني اللي خرجوا طندونس كيف ما كتشوفوا كين هاد الموضة كذلك هاد نسقطها هنية مع الفستان فيها اللون اللي متواجد فقاني ديال لكن كذلك هاد الموضة هاد كيف ما كتشوفوا يعني موضة محتشمة موضة للمحجبات كين هاد النوعية ديال الفستان كذلك كيجيو واسعين وطوالين فيهم هاد الوناس اللي كتشوفوا معايا كين هاد النوعية ديال السراء كيجيو واسعين كيف ما كيبن لكم في الفيديو هادو كيجيو مستورين وانيقين في نفس الوقت اللي خرجوه كيف مما كتعرفو يعني طندونس هاد هاد الموسم هادا كانوا طندونس في الفصل الصيف وما زال يعني متواجدين بالنسبة للمحجبات اللي كيبغيوا هاد النوعية ديال السراء ولكين هاد الفستان كلهم انيقين وكذلك الفصالة جديدة اقتصاميم عصرية هادو بنسبة للملابس تركية للمحجبات كين هاد الموضيل كيف ما كتشوفوا معايا كلهم اناقاو في نفس الوقت للوينات كيلعبوا دور مهم في اللبسة الاناقة ديالو كيفاش كطلع كيف ما كتشوفوا معايا كين هاد الموضيل هادا كذلك طوابياس كيجيانيق نفس الوقت وشي حاجة جديدة كين هاد النوعية ديال المعاطف الشتوية يمكن لكم انكم تنسقوهم مع العديد من ملابس هاتو ما كيف ما كتشوفوا هاد النوعية ديالصراو كيجيانيق مزين في اللبسة لسقطت معاها كيف ما كتشوفوا بالوينات فيها الابيض كذلك وكين هاد الموضيل هادا فصالة ديالو جديدة وشي حاجة رائعة كيف ما كتشوفوا كين هاد النوعية ديال الفستان كذلك كين هاد الموضيل بالنسبة لبناس اللي كيبغيوا اللون الاسود فالصراحة كيجو انيق هاد النوعية ديال الملابس المحجبات كيجو انيق في نفس الوقت ومستوري فحاولت انني نجيب لكم تشكيلة مختلفة متنوعة باش كل واحدة تاخد فكرة على حسب ستايل ديالة على حسب موضيلة اللي كيعجبوها ما تنسوش البنات اللي عجباتها هاد النوعية ديال تشكيلة اللي جيبتلكم اليوم فحاولت اني نجيب لكم هيدا تشكيلة جديدة في نفس الوقت ونبقى نزلوليكم في القناة وبما اننا يعني تشكيلة ديال محجبات اغلبية ديال البناس كيبغيوا هيدا تشكيلة محتشيمة للمحجبات فانا جيب لكم اليوم هاد النوعية ديال الموضيلات تحت الطلب ديالكم فحاولت اني نجيب لكم هيدا تشكيلة جديدة في نفس الوقت لدرجة عالموضة وكذلك البنات اللي مهتمت يعني بالموضة كذلك يعرفوا الالوان لدرجة عالموضة والتنسيقات ديالهم كيف ما قلت لكم يعني تنسيقات ديال الالوان فكيلعبوا دور مهم في اللبسة كيفاش كتطلع في الاناقة دياله وبنسبة الفصالة كل واحدة لحسب الضوقة دياله كين هاد النوعية ديال المعاطف الشتوية كيف ما كتشوفو كي يجيب الحزان كين هاد النوعية هادو خرجو طندونس بالنسبة المعاطف الشتوية القصيرة فكين تنسقوا هيدا مع الجيبات او للطنورة وكين هاد الموضيل هدف اللون الابيض كين هاد الموضيل كيف ما كتشوفو الماغم في جوج الانواع ديالتو بالنسبة الفصالة كي يجيب الحزان كين هاد الموضيل كذلك المعاطف الشتوية اسقطوا هنية مع الطنورة كتجي لبسة انية يقاف نفس الوقت بسطورة وكيف ما كتلاحظوا معي هنية هاد النوعية ديال الشوميس كي يجي واسعين وطوالين مع الطنورة كذلك وكين هاد الاسود كيف ما كتشاهدوا معي في هاد الفيديو هادا كين هاد النوعية ديال الفساتين للمحجبات وكين هاد التنصيقات هادو بنسبة للطنورة البنات تنصيقات مختلفة بالنسبة للطنورة البنات يجيو طوالين فكي يجيو مزيونين في اللبسة ديالهم مع مع طف شتوية اللي كي يجو قصارين وكين كذلك تنصيقات بالنسبة للطنورة مع المعاطف الشتوية كي يجيو طوالين كي يجو انيقين في اللبسة وكين هاد الموضيل هادا كيف ما كتشوفوا موضيل عصري تصميم جديد تصميم عصري وكين هاد الازرق مالكي مع الابيض كين هاد الازرق مالكي مع الابيض كيف ما كتشوفوا نوعية ديال مع عاطف شتوية اللي كي يجيو طوالين كي يجيو مزيونين في اللبسة مع الطنورة وكين هاد الموضيل هادا كيف ما كتشوفوا هاد التنصيقات هادي وكين هاد الموضيل بالنسبة للفساتين تصميم جديد تصميم عصري كين هاد الموضيل كذلك بالنسبة للمعاطف شتوية فيهم الاسود والاخضر كيف ما سبق لنا وشوفنا هاد الاسود والأورنج فكين في هاد الاخضر كذلك وكين هاد الموضيل بالنسبة للمناسبات فكي يجي جرونة والاسود وكي يجي في رمض المغلوق كين كذلك هاد الموضيل هادا هذا هو جرائح في التنصيقاته بالنسبة للصر والفرمادي وكين هاد الموضيل هادا في الاسود والرمادي هادا كي يبني الرمادي مع الأورنج تصميم جمزيون كيف ما كتشوفه وكين هاد الموضيل هادا بالنسبة للتنورة كذلك موضيل موضيل جديد الموضي للمعاطف الشتوية الموضي للمعاطف الشتوية الموضي للمعاطف الشتوية